السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم ان شاء الله عن الفصل الثالث المحاسف العمليات والنوادي غير ربحية هنتكلم المبحث الاول على الجانب نظري اشي النوادي واستخدامات النوادي ونواع النوادي وغيره تمام مبحث التاني هنتكلم عن المعارجة المحاسبية للنوادي وبعدين هنتكلم عن القوائم المالية للنوادي طبعا المبحث الاول مش هنتكلم علي انه كله نظري بقولك ايش معنى النادي ايش معنى انواع النوادي انواع الفنادق وا 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 هذا جانب نظري هنشرحه في الجانب في المبحث التاني المبحث الاول من هذا الفصل ملغي تمام هنتكلم عن المبحث التاني على طول لانه المبحث الاول نظري والنظري هشرحه كله في العملي باذن الله يعني على طول هنروح على صفقة 129 الفصل الثاني اللي هو المحاسبة والمعالج المحاسبية لإرادات والمصرفات في الجماعة والنوادي إيش معنى الإرادات والمصرفات هنا يا جماعة الإرادات والمصرفات مش أرباح وخسائر لو قلنا أرباح وخسائر دائما الأرباح وخسائر في الشركات التي تهدف إلى ربح بنقول عنها أرباح وخسائر لكننا النادي والفندق لا يهدف إلى ربح علشان هيك بنقول حساب الإرادات والمصرفات بدل الأرباح والخسائر حساب إرادات ومصرفات مش أرباح وخسائر لأن الأرباح وخسائر للشركات التي تهدف إلى ربح لكن النادي الجمعيات والنوادي لا تهدف إلى ربح طبعا النوادي اللي زي النادي النادي الشباب خدمات خنيونس رفح مش عارف. هذا لا تهدف لربح. النوادي الفنادق برضك. او اسف الجمعيات. الجمعيات كمان زي جمعية كزا وجمعية كزا وجمعية. هذا لا تهدف لربح. هذا تقدم خدمة للمجتمع فقط. تمام? طبعا نتكلم عن مثال رقم واحد على طول على الشرح. اللي هو بلغ عدد الاعضاء الجدد. تمام? المنتسبين لجمعية المحاسبين والمراجعين فلسطينية خلال شهر الفين وتسعة عربين عضو مع العلم بان الرسوم الاضوية السد ننير. وتم تحصيل رسوم نقدا. الان هنا رسوم العضوية. رسوم العضوية. دي اجه واحد دي انتسب دي ادفع رسوم لأول مرة. رسوم العضوية يعني لأول مرة بتندفع. وبعدين بيصير اشتراك كل سنة. يعني دائما اسمها الرسوم العضوية هذه لأول مرة بتفحص الدنانير. لكل عضو بعدين بعدين بيدفع كل سنة المحاسب. بيدفع اشتراك. تمام? وهذه تعتبر رسوم العضوية بالنسبة للنقابة او جمعية المحاسبين المرجعين الفلسطينية. جمعية المحاسبين تعتبر اراد. اخذتها من الراجل رسوم. ارادات تعتبر. بدنا نكتب القيد القيد سهل جدا. من حساب الصندوق الى حساب رسوم العضوية. سهلة جدا جدا. بتضربه كم عضوه دعم عندك. اربعين عضو في كل عضو ست دنانير. درب ستة متين دينار. الربين درب ستة متين دينار. متين متين. من الصندوق الى رسوم العضوية. هي اراد الى. وين هدا بدي يقفل? وين بدي نحط رسوم? بقلنا نحط في حساب ارادات ومصروفة. كأنه اراد. ارادات من الرسوم العضوية يقفل في حساب ارادات ومصروفة. يقفل ايش معنى يقفل يعني الى بدي يسير من الى بدي يسير من هذا معنى الاقفال نحسب رسوم العضوية وين بدي نحط الى ارادات ومصروفات نفس المبلغ تمام الامور سهلة جدا لقيود انا محاسبة واحدة طبعا بعدين الاشتراكات الدورية التبرعات كلمنا عن الرسوم العضوي لأول مرة اللي هو هيها الحين اشتراكات دورية اشتراكات دورية انا بيتفعها كل سنة بشكل دوري كل سنة بيدفع مبلغ كل سنة بيدفع مبلغ هذا الاشتراكات الدورية طبعا نخل نسأل المثال اي مثال مثلا دفع محمد اشتراك دوري مبلغ 100 دينار او مبلغ 30 دينار او مبلغ 20 دينار من السندوق الى الاشتراكات الدورية او الاشتراكات ها من الصندوق نفسه هاي الصندوق الى رسوم لكن هنا من الصندوق الى الاشتراكات لان اشتراكات دورية مش رسوم الرسوم الاول مرة الاشتراكات كل سنة بتفحها كل سنة بشترك وتفحها بشكل دوري تمام وبعدين تقفل في وين ها من الاشتراكات لان ارادات الى ارادات ومصرفات نفسها شوف من الرسوم العضوية الى ارادات ومصرفات بس هادي هادي بدلها اشتراكات بدلها كلمة اشتراكات نفس القيود لكن بدلها كلمة اشتراكات تمام تمام طبعا احنا الآن بننعالج التسويات اللازمة للاشتراكات وفق لمبدأ الاستحقاء دائما دائما يا جماعة في اشتراكات مدفوعة مقدما وفي اشتراكات مستحقة في اشتراكات مدفوعة مقدما وفي اشتراكات مستحقة دائما المدفوعة مقدما واحد مثلا اجا قال لك أنا بدي أدفع اشتراكاتي لسنتين ثلاثة عشان مش كل سنة أدفع لا هاي ميت شيكل لثلاث سنوات هاي ميتين شيكل لخمس سنوات مثلا تمام هذا مدفوع مقدما يعني بدفع السنة هذا وبدفع للسنوات الجاية طب المستحق واحد أجت سنة خلصت سنة ومجاش يدفع اللي عليه اشتراك المقرر أو خمسة سنوات ومجاش هذا اسمه مستحق عليه بالضل تمام هذا القصة سهلة جدا بإذن الله مثال اتنين في ميال البنات المستخرجة الخاصة بنقابة المحاسبون المراجعين الفلسطينيين خلال عام 2000 عدد الأعضاء الجمعية 2500 عضو والاشتراك السنة للعضو خمس دنانير تمام اتنين عدد الاشتراكات المحصلة مقدا يعني من السندوق اللي أخدناه وحطناه في السندوق خلال عام 2000 اللي هو خلال عام هذا اللي احنا فيه 2400 دينار منها من 2450 دينار اشتراك يخص عام 2011 يعني منها يعني مدفوعة ايش مقدما منها 50 مدفوعة مقدما يقبل عنا 2500 عضو كلهم قديش اللي دفعوا 2400 دفعوا كاش من هدول فيه 50 للسنة الجاي تمام طبعا مطلوب اثبات قيوده لومية والمطلوب تصوير حساب الاستاذ العام الخاص بالاشتراكات طبعا استاذ العام الخاص بالاشتراكات طيب من حساب اول قيد من حساب السندوق الى حساب الاشتراكات جديش اكم اشتراك ها 2400 اشتراك درب 5 دول اللي حصلناها نقدا مش واحد يقول لها 2500 2500 صحيح ان 2500 عضو لكن كلهم مش دفعوا دفعوا اللي دفعوا 2400 فقط 2400 ضرب 5 12 1000 دينار هذا من السندوق الى الاشتراكات هي اراد الى اشتراكات ارادات النا تمام بنت نشوف المحصلة مقدما قديش قال لك منها هيها منها هيها منها منها خمسين لا تدفع للسنة الجاي دفعات يعني مقدما خمسين دفعت مقدما هيها من حساب قديش كل عضو طبعا خمسة خمسة مختلفش طبعا المبلغ خمسين ضرب خمسة مختلف وخمسين من الاشتراكات الى الاشتراكات المحصلة مقدما ها محصلة مقدما خلي بالك الى دايما المقدم الى بس لما تجف له بصير من فوق لكن هنا الى دايما الاشتراكات المقدمة هنا هنا تمام الى تمام الان في مصطحق كيف في مصطحق طبعا احنا قلنا هنا قلنا عدد العضاء كلهم جديش هنا الفين وخمسة جديش دفع منهم الفين واربعمية تمام هاي مية الفين وخمسمية ناقص الفين واربعمية ولا رايحة كمان هاي 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 وخمسمية ناقص الفين وثلاثمية وخمسين بتسوي المصطحق مية وخمسين وخمسين عدو مدفعوك طب ليش هاي صارت هاي عرفنا انو عدد العضاء كلهم الفين وخمسمية طب هدول الفين وثلاثمية وخمسين من وين اجن هاي توق mir هاي هاي عدد الاشتراكات المحصرة خلال عام كام الفين واربعين منها خمسين منها خمسين اذا في خمسين بدأت تنشال من الفين واربعمين منها بدأت تنشال هذا مدفوع مقدم للسنة الجاية يعني بتخص الشي السنة تمام بدأت تنشال اذا الفين واربعمين ناقص خمسين الفين واربعمية ناقص خمسين بتساوي هيا الفين وثلاثمين وخمسين الفين وثلاثمين وخمسين بتساوي عبارة عن 2400 ناقص الخمسين سو 150 الاشتراك المستحق اذا الاشتراكات المستحق 150 ضرب 5 750 هيا من الاشتراكات المستحقة مدينة الى الاشتراكات عكس المقدم المقدما داما الى المستحق من المقدم الى المستحق من تمام طبعا صور الاشتراكات رحل قيودك عاد هاي الاشتراكات هاي من حساب الصندوق هاي اجي هنا من حساب الصندوق اتنعشر قال له من الاشتراكات الى حساب المدفوع مقدما هاي الى هنا بيجي دايما في الترحيل 2005 يختوم حسب واحد بعدين من الاشتراكات المستحقة الى الاشتراكات من الاشتراكات المستحقة هاي من الاشتراكات المستحقة 750 اذا الرصيد جديش ضايل هاي هاي حطه في الجنبين ونقص هذا من هذا بطلع 12500 هذا من هذا بطلع 12500 إذا من الاشتراكات إلى الإرادات والمصرفات 12500 12500 ليه هذا الرصيد ده تكتب إيد من الاشتراكات دائما يقولنا الاشتراكات تدول أو الرسوم وين بنحطهم في إرادات ومصرفات من الإرادات ومصرفات 12000-12000 تمام تمام طبعا هذا مش مطلوب الاشتراكات المحصرة مقدمة واشتراكات مستحقة مش مطلوب تصورها ما لغي يعني مش مطلوب لك تمام تمام طب ناخد التمرين هايو أو المثال رقم الثلاثة فيما إليه البيانات المستخرجة من دفاتر خدمات أو نادي خدمات رفح رياضة خلال عام 2000 قل لك إذا علمت عدد عضاء النادي جديش 6000 عضو اشتراك السنوي خمس دنانير تمام الاشتراكات المحصرة مقدما خلال عام 2009 يعني السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت حصناها جديش والتي كانت بتخص 2010 جديش حصناها في 2009 تمام مبلغ 1500 دينار والاشتراكات المحصلة لعام 2009 السنة اللي فاتت والمحصة لعام 2010 جديش 500 تمام قرر مجلس النادي الغاء العضوية لأربعين عضو خطم شطبهم شطبهم من العضوية لأنهم إلهم بيجيب أكتر من 20 سنة و 10 سنة ما جوش دفعوا شطبهم كأدو بسبب عدم تزديدهم الاشتراكات المستحقة عن سنوات سابق يعني ما جوش دفعوا اللي عليهم تمام آآ بلغت قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام 2010 اللي احنا فيه بلغت جديش 28 أردنار تمام منها اشتراكات محصلة مقدما لعام 2001 جديل 2400 دينار وبلغت الاشتراكات المستحقة لعام 2010 3000 دينار اثبات قيودة لهمية تمام من نسبة قيودة لهمية سهل الأمور جدا جدا تعالوا لأول عملية عملية رقم واحد عدد العضاء طبعا عدد العضاء آآ ستمية وعضو خمسة دور خليهم هدول بس معلومات بتجيبوهم لك عشان تستخدمهم في الحل احسا واحد يدور بستةلاف خمسة لا بجوزش بنشوف قديش دفعهم من 6000 عشان نضربهم تمام رقم اتنين الاشتراكات المحصلة مقدما في عام 2009 السنة اللي فاتت والتي تخص والتي تخص عام 2010 بلغت 1500 اذا هنا يا جماعة كانوا السنة اللي فاتت ها في دفعين ناس 1500 دينار مقدما السنة اللي فاتت في 2009 هركزوا احنا في 2010 الان بدنا نلغيهم انه خلص اجت السنة خلص استحقت بدت تلتغي توقيت بدكون من حساب انت بول هنا من الاشتراكات المحصلة مقدما الى الاشتراكات 1500 ها كنا بنقول لو كان خلال العام خلي بالكم لو كان الاشتراكات تادي السنة هادو دفعناها الى السنة الجاية بنكتب من الاشتراكات الى الاشتراكات المحصلة لكن عشان بتخص السنة عام 2009 بدنا نلغي بدنا نلغي ها تب ولي هنا بدنا على المسال اللي فات نرجع على المسال اللي فات ها من الاشتراكات الى الايش اشتراكات المحصرة مقدما هنا فيش فيها الاشتراكات المحصرة مقدما هنا سبتناها عادي لان بدأت اندفع للسنة الجاية طب لو اندفعت السنة اللي فاتت اندفعت خلصنا منها اندفعت خلصت بدنا نلغيها السنة هذه لازم نعكس القيد لازم نلغيها هذا هنا وهذا هنا لازم هاي قال لك ايو قال لك اشتراكات المحصرة عام 2009 عن السنة اللي فاتت لكن بتخص السنة احنا دخلنا في السنة دي بدنا نلغيهن من الاشتراكات المخصلة الى اشتراكات 1500 ننكمل والاشتراكات المستحقة عام 2009 والمخصلة عام 2010 كديش 500 دينار برضك بدنا نلغيها بدنا نقول من السندوق الى الاشتراكات المستحقة تمام تمام لاننا ندفعت نقطة لاننا ندفعت نقطة هيا حصلت نقطة تمام 500 من السندوق الى اشتراكات المستحقة طيب نيجي للبعده 3 قرر النادي شطب سارديون معدومة عنا ازا الاشتراكات معدومة شطب 40 عدو بسبب عدم سدادهم من الرسوم المستحقة عليهم معدومة ازا الاشتراكات المعدومة زي الديون المعدومة بالضبط الخطوم محاسبة نيل من الاشتراكات المعدومة الى الاشتراكات المستحقة هده كانت مستحقة عن الناس لكن عدمت كانت مستحقة عن الناس لكن عدمت تمام 200-200 دا من شيء المعدوم مصروف مدين دا من اشتراكات المعدومة الى اشتراكات المحصلة 200 كم? 200 هاي اربعين عضو ضرب خمسة. اربعين عضو انشاط ابو كل واحد عليه كان خمس دنالة. تمام? تمام. ليه بعد? اها. اربعة. قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام الفين. جديش حصلنا نقدا الفين وتمانمية دنار. اذا حطينا في السندوق زياد اخد الى الاشتراكات ارادات. الى. لانه اراد. من السندوق الى الاشتراكات. تمانية وعشرين الف. تمام? حصلت نقدا. تمام? تمام. هنا جاب لك المبلغ جاهز. مش جلك لو جلك خمية لو جلك مثلا خمس تلاف عضو. اه ضرب خمس. تضرب. اربعة تلاف عضو صددو. ضرب خمس. لانها كل عضو خمس دنانير. تمام? كانوا جاب لك جاهز هو. خلص تكتبه زي ما هو. طيب. الان رقم اربعة. قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام. اه. آسف. اه اربعة نكمل. منها من هدول منها محصلة مقدما. للسنة الجاي العام الفين وحد عشر. للسنة الجاي قديش بلغت? الفين واربعمية دنار. بدنا نكتب قيدة الاشتراك المطفوع مقدما. اشتراك المحصلة مقدما. ها. هاي من حساب اللي كنا بنكتبه في مسال اللي فاتت. المسال اللي فات. من الاشتراكات الى الاشتراكات المحصلة مقدما. من الاشتراكات الى الاشتراكات المحصلة مقدما. زي المثال ها. نرجع المثال اللي فات زي بالزبط. من الاشتراكات الى المحصلة مقدما. اللي بخص السنة. اللي بدي ندفع السنة الجاية. هذا قيده. لكن لو ندفع السنة الجاية ودخلنا في السنة بعكس القيات زي ما عملنا هنا. زي ما عملنا هنا. ها. هدا كان السنة بخص اندفع السنة اللي فاتت وحنا في السنة. بنعكسه. لكن لا هذا هذا بخص السنة بخص السنة الجاية. بخص السنة الجاية واندفع السنة. من الاشتراكات الى الاشتراكات المحصلة مقدما الفين وربعمية الفين وربعمية. تمام? لبعض. من الاشتراكات المستحقة الى الاشتراكات. من الاشتراكات المستحقة الى الاشتراكات. تمام? تلت تلاف تلت تلاف. هذا هيكمل. هي التمرين. وبلغت. هي من الاشتراكات المستحقة تلت تلاف. هي من حساب الاشتراكات المستحقة الى الاشتراكات. طيب عادي. تمام? طبعا تصوير حساب الاشتراكات. هي بترحل قيودك كله هيته. هاي. من حساب اشتراكات مستحقة. الف خمسمية. هاي. وهنا. من حساب الصندوق. من حساب اشتراكات المعدومة الى اشتركات المستحقة. متين وكذا كذا بتضلك. ترحل لما قلع الرصيد وتعمل قيد. هاي من حساب الاشتراكات الى الاشتراكات. نحساب الاشتراكات الى اشتراكات والمصرفات.